من يوقف تضخم أسعار العمالة المنزلية؟ سؤال حاول مجلس الأمة الرد عليه بقرار قانون العمالة المنزلية الذي بقى دون تأثير ينتظر أن ترى الشركة الحكومية النور شركات استقدام العمالة الخاصة ترى أن القانون الجديد لن يغير من الواقع الكثير خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار نحن كأصحاب مكاتب وصحاب خبرة نحن نرى أن الأسعار مستحيل تنزل وبالعكس ستصعد الأسعار لأن التنافس لا يحدث في الكويت يعني الشركة لا تستطيع أن تقول أن أريد أسعار أرخص من المكاتب بالعكس ستصبح تنافس في الدول اللي بره يعني الشركة ستدفع مبلغ معين ونحن ستدفع مبلغ زيادة لا يتوقع المواطن أن تنزل الأسعار هذا شيء صعب أصلا والدول أقلبيتها مسكرة هذه كانت ردود أفعال الشركات الخاصة التي رفضت القانون بحجة تأثيره السلبي عليها بين الجهود النيابية والبيروقراطية الحكومية في التنفيذ من جهة وطموحات مكاتب وشركات استقدام العمالة الربحية من جهة أخرى يبقى المواطن حائرا يرقب ارتفاع الأسعار ويمنى النفس بالشركة الحكومية كحل وبعد إقرار القانون هيأ المواطنون أنفسهم لنقلة تنقذهم من جشع الشركات التي لا يخفى عليها حاجة الأسر لهذه العمالة الأسعار أصبحت خيالية يعني شيء غير معقول يعني وصل أنك كنفة الخادم واصل للكوية حوالي ألف وشوي مكاتب حالية ينضربون فينا بالآلاف يتيب أي جالية أسوية بقل ألف ومتين وألف خمسمية وألف ستمية يعني لا متحا يتمنى من أعضاء مندس الأمة يعودي ضروري الشؤون هذه هذه الشركة وريحون المواطنين من هذه المعاناة أسعار جنونية تفوق الوصف ينتظر المواطن خلاصا منها عبر إنشاء الشركة الحكومية التي ستنصفه وتخفف عنه الغلاء الفاحش وتعطي كل ذي حق حقه زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس